مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى عدد جديد من البلاد اليوم اليوم كان الموعد مع انطلاق دورة التكوين المهني والتمهين على مستوى مؤسسة التكوين عبر الوطن إذ أزيد من 200 ألف التحقوا بدورة التكوين لدورة فيفري 2022 تحت نظام جديد وأنمطة تكوينية جديدة الهدف منها تلبية سوق الشغل نتحدث على التكوين المهني ودوره في ربطه بالمؤسسات وكذلك ظروف تمدرس وتكوين وتمهين الطلبة المقبلين على هذه الاختصاصات ما هي هذه الاختصاصات الجديدة؟ ما الفرق بين أنمطة التكوين ومناهج التكوين في معاهد التكوين المهني؟ نتحدث كذلك عن المنح عن شبه الراتب الذي يتقاضى هؤلاء المتربصون وكذلك حصولهم على شهادة كفاءة في آخر الدورة تتوج تكوينهم وبالتالي يلتحقونها بسوق الشغل لأن الأمر لا يتعلق بالتوظيف بقدر ما يمكن الاهتمام بهكذا قطاع التمهين لأنه يخرج كل سنة عدد كبير من اليد العاملة في مختلف الاختصاصات ولكن الوزارة الوصية اليوم أختارت أنمطة جديدة في التكوين نتحدث عن أنظمة الطاقة والسوائل نتحدث عن الصناعات النفطية والمعلوماتية نتحدث كذلك عن محطات استغلال تطهير المياه واستعادة النفايات وكذلك استخلاص الزيوت الطبية والأعشاب العطرية سنتحدث بالتفصيل على هذه المواضيع مع نموذج من مؤسسات التكوين هنا في العاصمة أين تلتحق بنا في البلاطو الأستاذ العمري حميدة وهي مديرة مركز التكوين المهني بحسين دايب العاصمة أهلا بك سيدتي أهلا بك سيدي ومن خلالكم نشكر قناة البلاد على هذه الدعوة والاهتمام ليعطوه القطاع التكوين المهني نشكرك أنت كذلك على تربية الدعوة ونهنئكم بهذه العودة الجديدة لمؤسسات التكوين سيدتي الكريمة ما هو الشعار الذي اختارته الوزارة اليوم بخصوص هذه الدورة الجديدة دورة فيفري شكرا لك سيدتي إذن في كل دورة تكوينية نحاول من خلالها أننا نركز على جانب معين من جوانب التكوين وشعارات جديدة لنحاول أننا نجسدها في الميدان إذن شعار هذه الدورة هو النجاعة والفعالية في قطاع التكوين المهني من خلال اختيار تخصصات تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية تطلعات شبابنا من جهة وكذلك تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد قد نتحدث في شقين أستاذ العمري نتحدث عن التكوين بشكل عام ونتحدث عن العاصمة كان مودش ربما قبل أن نفصل بنسبة في العاصمة ممكن تعطينا بعض الأرقام لالتحق اليوم في هذا الدورة شكرا لك سيدي إذن ما يخفقش أن دورة فيبري هي دورة تكميلية تأتي بعد الدورة الأولى لتكون تفتتح من خلالها السنة التكوينية وتكون في دورة سبتمبر إذن ويكون من خلالها عروض التكوين المهني موجهة للتلاميذ الذين تسربوا من المؤسسات التربوية خصوصا أنها تصادف اجتماعات مجالس القبول في المؤسسات التربوية غير أن دورة فيبري هي دورة ثانية نحاول من خلالها تنويع عروض التكوين المهني ونستهدف فئات اجتماعية أخرى غير متسربي المؤسسات التربوية ونحاول أننا ننوع العروض لتشمل جميع فئات المجتمع لو تحدثنا عن ولاية الجزائر فمن خلال العروض التي برمجناها لدورة فيبري 2022 إذن تم عرض 16,580 منصب تكوين موجهين أو موزعين على مختلف الماطة التكوين ففي التكوينات المتوجة بشهادة دولة رصدت المديرية 12,980 منصب تكوين فيما في التكوينات المتوجة بشهادة تأهيل فقد رصد 3,670 تكوين تأهيلي هذه العروض التي خصصة منها 14 تخصص لذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تكوينات تأهيلية ومن خلال نهاية فترة التسجيلات التي امتدت من 12 ديسمبر إلى 17 فبري وكان التمديد إلى غاية 25 فبري إذن وبعد انتهاء فترة التسجيلات سجلنا على مستوى ولاية الجزائر ما قيمته 16,580 مسجل جديد وهو عفوا 12,853 مسجل جديد من مجموع 16,580 وهو ما يمثل نسبة 77.52% هذا التسجيل الذي هو بدرجات متفاوتة من نمط إلى نمط آخر وعادة نمط التكوين عن طريق التمهين هو الذي يلقى أكبر إقبال على مستوى أغلب المؤسسات التكوينية أستاذة بعيدة عن هذه الأرقام التي أعطيتها كان موذج هنا في العاصمة لأن العدد هو 200 ألف أو أكثر من 200 ألف متربص ولكن كلمة ربما تشد الاهتمام والنقاش قلت لأنه في الدورة الأولى هي تهتم بربما الفئة لتتسرب من الدخول أو من المؤسسة التربوية كلمة تسرب لها مدلول تربوي مدلول اجتماعي هل اليوم فيه يعني تصور جديد نحو التمهين والتكوين ما بقناش نهتمه فقط أنه نستقطب أولئك التلاميذ حتى ما نرحوش للشارع نخبيهم عندنا لعام أو عامين هل اليوم تغيرت الفكرة في التكوين شكرا لك سيدي إذن قطاع التكوين المهني من خلال السياسة التي انتهجها القطاع خلال سنوات الأخيرة حاولنا أننا نخرج من الصورة النمطية التي كرست للقطاع أو التي ألسقت بالقطاع الاعتبار أنه وعاء لمتسربي المؤسسات التربوية فقطاع التكوين المهني يحاول أن يثبت أنه مصار آخر من مصارات النجاح من خلال التكوينات التي يعرضها لمختلف فئات المجتمع سواء نستهدف بالدرجة الأولى متسربي المؤسسات التربوية على اعتبار أنهم لا يحوزون على تأهيل المهني إذن جميع التكوينات التي توجه إليهم هي تكوينات تأهيلية أولية سواء في التكوين التأهيلي أو التكوين المشتوج بشهادة دولة نحن نحاول أن نعطيهم أساسيات المهنة لأنه ليس لديهم تأهيلات هذا لا يمنع أنه تكوينات قطاع تكوين المهني يموجها لباقي فئات المجتمع وفي السنوات الأخيرة لاحظنا يقبال حتى الطلب الجامعيين على التكوين المهني خصوصا الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات مصغرة ولديهم تكوين أكاديمي ويحاولون تدعيم التكوين الأكاديمي بتكوين تقني ميداني أستاذ العمري أنا في مطروح إنشغال مهم جدا هو الاعتراف بالشهادات يعني إحنا لما نسمعه قولك رح ندور التكوين السؤال يطرح هو المتربس أو المتماهن يقول لك ممكن هذه الشهادة ما مستعرفينش بها ربما شهادة الكفاءة عنده حتى تارينا كما قلت يقول لك مدوتي على الجامعات وإحنا ما يخذوناش هل كل الشهادات اللي تقدمها مؤسسات التكوين في الجزائر عبر الوطن معترف بها شكرا لك سيدي إذن ما يخفيكش أنه قطاع التكوين المهني فيه نوعين من المؤسسات التكوينية لدينا المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين المهني وجميع مؤسسات قطاع التكوين المهني هي مؤسسات معتمدة حتى لو كانت خاصة؟ نعم حتى المؤسسات الخاصة سواء التكوينات التأهيلية أو التكوينات المتوجة بشهادة الدولة يمكن أن يستفيد من خلالها المتوج بهذه الشهادة من الدعم لإنشاء مشروع مهني غير أنه في الإدماج المهني والحصول على منصب شهل يكون عن طريق شهادة الدولة بالحديث عن المؤسسات الخاصة إذن من خلال المراسيم التنظيمية والقوانين السيما الصادرة سنة 2020 المحددة لشروط إنشاء المؤسسات الخاصة المعتمدة وطرق مراقبتها وكذا دفتر شروط إنشاء هذه المؤسسات الخاصة إذن هي تخضع لدفتر شروط تحدده الوزارة الوصية وكل مؤسسة تكوين مهني ناشطة في الميدان هي تكون تربطها علاقة تربط مع مؤسسة تكوينية لمن خلالها تكون المرافقة التقنية والبيداغوجية في تسيير التكوينات على مستوى هذه المؤسسات وكذلك جميع مؤسسات جميع الشهادات سواء المتوجة بشهادة الدولة أو تكوينات التأهيلية بشقيها التأهيلية أو التأهيلية الأولية تصدر من مؤسسة الربط ولا تصدر من المؤسسة الخاصة إذن المؤسسة الخاصة تصدر فقط شهادات التكوينات تحت الطلب أستاذة حتى لا يفوتني المصطالحات مهمة دائما في ضبطها متربص ومتمهن نعم شو الفرق بنته نعم إذن حسب أنماط التكوين المهني إذن قطاع التكوين المهني يوفر جملة من أنماط التكوين المهني نتحدث عن التكوين الحضوري وعن تكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعض إذن لدينا بالمجموع نتحدث في قطاع التكوين المهني عن متكوين إذن يكون متربص إذا زاول تكوينه حضورياً لداخل المؤسسة التكوينية إذن جميع مصاريه التكويني يكون في المؤسسة التكوينية بشقه النظري والتطبيقي وكذا فترات تكوين تطبيقي إذن تكون في المؤسسات الاقتصادية لا سيما في نهاية مصاريه التكويني لما نتحدث عن متمهن فنحن نتحدث عن ممط التكوين عن طريق التمهين الذي يكون أغلبه على مستوى المؤسسات المستخدمة سوى مؤسسات اقتصادية مؤسسة عمومية أو حتى حرفيين إذن هنا يكون 90% من التكوين على مستوى المؤسسة و10% ليكون أكثر منه جانب نظري يكون على مستوى المؤسسة التكوينية أما التكوين عن بعد والذي من خلاله نحاول أن نستهدف فئة العمال وكذا طلب الجامعيين الذين يزاولون دراستهم على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا الأشخاص الذين لا تساعدهم ظروفهم سواء الاجتماعية أو الجسدية خلاصية ما الذي لا تكون لديهم إعاقة سنتحدث عن هذا أو يقطنون في مناطق نائية وتمنعهم ظروفهم من الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني هنا يمكن أن يزاولون تكوينا عن بعد والذي يوفره المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد إكناب دي أستاذة بالنسبة للموضوع على جانب الأهمية مدونة التمهيل أو الشعب المهنية مهمة جدا أنت ترأس إدارة في العاصمة هل المدونة في العاصمة هي لموجودة في الجلفة، لموجودة في سكيدا، موجودة في تمنراسط أو تختلف؟ نعم، إذن مدونة الشعب المهنية المحينة طبعا الأخيرة وهي مدونة 2019 والذي تعمل الوزارة الوصية حاليا على تحيين هذه المدونة وإصطار طبعة جديدة تضم أكثر من 495 تخصص موزعين على 23 شعب مهنية في مختلف أنماط التكوين كذلك لدينا مجموعة من الدلائل التكوينات التأهيلية سواء التكوين عن طريق المعابر أو التكوين التأهيل الأولي أو التكوين التأهيلي هذه المدونات التي تنجز بالشراكة مع مختلف الشركاء الاقتصاديين ومختلف الغرف المهنية والاقتراحات تكون على مستوى مجالس الشركاء المحلية بعد طرحها من قبل مؤسسات التكوين المهنية على حسب طلبات تنمية الاقتصادية التي تتواجد فيها المؤسسات التكوينية أستاذة بالنسبة للأنماط قبل أن تتكلموا على التخصصات الجديدة أنتم هنا في العاصمة عندكم فلسفة تقوم عليها المديرية وتخدم مع القطاعات المقتصة هل ربما عندكم سياسة خاصة تستهدفوا متربسين والمتمهنين في العاصمة يعني ما هي الحويج ليركزوا عليها شباب تاع العاصمة بشيروحوا دير تكوين بخلاف الولايات الخراج رح نسألك عليهم سؤال آخر إذن نحن في نمط التكوين الحضوري عادة يتم برمجة أوت أي تخصص أو عرض أي تخصص بناء على جملة من الشروط وهي توفر أستاذ الاختصاص توفر التجهيز توفر البرنامج والطلب على هذا الاختصاص إذن هذه شروط ضرورية لبرمجة أي فرع في نمط التكوين الحضوري أما في نمط التكوين عن طريق التمهين فهو مبني أساسا على العروض التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية من جهة وطلبات الشباب على هذه الاختصاصات من جهة سؤال جوهري أستاذ العمري هل هنا في العاصمة الشباب يقبل على التكوين؟ يعني عنده هذه التقافة بشي يستطيع تكوين مهني؟ نعم ولا ربما لأن العاصمة فيها أمور كبيرة بخلاف المدن الداخلية الأخرى ولكن لا نفرق بين الولايات كلها الجزائر العزيزة على قلوبنا هل في العاصمة اليوم لأنك مديرة مركز هنا في الصنطر تكلموا على حسين داي كنقولوا حسين داي أنا في القلب تعالعاصمة هل الشباب اليوم تعالعاصمة عندهم اهتمام بهذا التكوين؟ نعم إذن لما نتكلم عن قطاع التكوين المهني لا نتحدث عن ولاية بمعزن عن ولايات الأخرى أو بمؤسسة مؤسسة نعم اسمحني أستاذ اسمحني لا نحن ندير تكوين مهني في الصيد البحرين نديره في طام الرصد أليس كذلك؟ نعم هذا كنت نقول لك أنه مشروط أو مقرون بالعروض التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية من جهة وطلبات المتكوينين من جهة أخرى يمكن مثلا على مستوى مراكز التكوين المهني على مستوى مكاتب الاستقبال والتوجيه يمكن أن يطلب طالب التكوين تخصصا معين ليكون غير متوفر على مستوى مؤسسات التكوين المهني المتواجدة في ولاية الجزائر يتم توجيهه من خلال الدليل الولائي الذي يعرض على مستوى منصة مهنتي وليتوفر على مستوى جميع مؤسسات التكوين المهني يمكن توجيهه إلى ولاية أخرى نفس الشيء يمكن أن طالب تكويني يجي إلى المؤسسة يطلب تخصص معين هو غير متوفر على مستوى مؤسسة مثلا مركز حسين داي يوجه إلى المؤسسة أخرى اللي توجد فيها التخصص راح ندره فاصله لكن قبل ذلك عندي في دقيقة جابني على السؤال هذا مهم جدا المستوى سن تعليق قبله هنا نتكلم في العاصمة لأنك أنت مديرة من خلالك نعرف الولايات الأخرين ما هو السن؟ هل ترابل مثلا واحد يخرج في التسرور المدرسي عنده 19 سنة أخرج من التانوية يجيل عندهم أم لا بعد ما يشوف يجرب الأمر أخرى يوصل إلى 25-26 سنة أم لا يفكر في التكوين أم لا يجي من الأول لحياته نحن لدينا شروط الشروط السن للالتحاق بمختلف أنماط التكوين المهني إذن التكوين الحضوري هو 16 سنة فما فوق إذن لا كان محدود السن أما نمط التكوين عن طريقة تمهين فهو من 15 إلى 35 سنة فهو من 15 و يجي من 35 سنة غير أنه ذوي الإحتياجات الخاصة فيهم تتكوين عن طريقة فقط نكمل لك السؤال اسمحني لأنه مهم جدا النس اللي يجو باش نعرف من ناحية اجتماعية الإقبال النس اللي يجوكم في آخر عمرهم من قلوشها إننا يرعيهم يعني في آخر سنة التمهين هل يجو في 35 أو لا يبدو في 15 أسمع منك الإجابة بعد الفاصل شكرا شكرا شاهدنا كرام مفاصلون قصير ثم نعود استكمالي حلقة البلاد اليوم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا كرام لاستكمال الجزء الثاني من حلقة البلاد اليوم خصصناها للدخول التمهين والتكوين المياني لأزيد من 200 ألف وفقا مطة جديدة يتعلق الأمر باختصاصات مطلوبة في سوق شغل ما هي الامتيازات لهذه الاختصاصات وهل يكون هناك إقبال للطلبة وكذلك المتخرجين والمتسربين مؤسسات التعليمية وحتى ربما الجامعات وبالمقابل هل هناك منح هل هناك شبه راتب للمتمهنين في هذه المجالات يسعيدني دائما أن أستضيف الأستاذة الأمري حميدة مديرة مركز التكوين المياني بحسيد دايهن بالعاصمة أهلا بك من جديد شكرا لك سيدي لا عفو سألتك قبل الفاصل حول بوضوع نسبة الإقبال أو السن هل في بداية سن التمهين أو في آخر وقلت لي من 15 حتى 35 باختصار نعم سيدي إذن ما يخفكش أنه هناك فروقات فردية بين الأشخاص لكن عادة أنه ليجي مباشرة بعد تسربوا من المؤسسة التربوية ويكون صغر في السن عادة يكون تحت إلحاح الأولياء لهم يحرصوا أنه يفضلوا أنه يكون وليدهم في المؤسسة التكوينية على أنه يكون في الشارع وهناك كذلك من يجي لفكرة مشروع مهني وجهزة عنده أنه يدعم الجانب التقني والتأهيلي بشر مشروعه غير أنه أكثر شباب ليجوا من محط إرادتهم ولديهم فكرة ولديهم رغبة في التكوين هما عادة ليكون جرب أنه يلتحق بسوق الشغل أو يدمج في سوق الشعر وكان حاجز التأهيل أمامه لذلك يحاول أن يلتحق بمؤسسة التكوين المهني ليحصل على التأهيل غير أنه هذا ما يمنعش أنه الأشخاص الذين هم كبار 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 السن حتى يكون فات سن التقاعد لما يكون عنده تأهيل مهني وليس لديه شهادة لأنه هناك جهاز لوفر قطاع التكوين المهني وهو جهاز المصادقة على الكفاءة المهنية المكتسبة عن طريق الخبرة وهو موجه الأشخاص الذين زاولوا مهنة لفترة معينة وليس لديهم شهادة تأهيل إذن نحاول يقدروا يستطمروا لبناء مشاريع وحتى إدماج مهنة فكرتني نقطة مهمة المكتبة بالبيت مهم قضية كأن بنات أو نساء يعرفوا يخيطوا ويعرفوا يترزوا ولكن ما عندها شهادة هل يلقوا تضل عندكم وحدة تعرف تخيط بالماشين كما يقول جاء عندكم تعطيوها شهادة نعم إذن المصادقة على الكفاءة المهنية المكتسبة عن طريق الخبرة هي الموجهة لجميع الشباب لفوق سنه 20 سنة ولديه خبرة ثلاث سنوات فما أكتر الشيء الجميل في الجهاز الجديد هذا أنه لا يشترط أن تكون شهادة مصادقة عليها من مصالح ضمان الاجتماعي إذن يكفي تصريح شرفي على أنه مؤسسة التكوين المهني لأنه يتم المصادقة قبل بيجي عنكم هو هذا المرأة تعرف تخيط عندها ماشي نافضر تختم تعلمت وحدها كيف تعطوها الشهادة هنا هي تقدم ملف المصادقة على الكفاءة إذن لديها خبرة مهنية هي زاولة المهنة نعم زاولة المهنة إذن دير تصريح شرفي بأنها كانت تزاول المهنة في البيت لمدة كذا ولأو كانت على مستوى ورشة خياطة هنا يتم المصادقة على الكفاءة أستاذ أولو كلمة يكون عندها حتى مستوى تعليمي تعرف برك تخيط ما تعرف والو هنا لا يشترط مستوى تعليمي في مصادقة على الكفاءة نعم لا يشترط هنا نحن نحاول أنه صادقة على كفاءة مصادقة على كفاءة وتكون هذه المصادقة هي اختبارات تطبيقية تطبيقية بحضور حرفي اللي هو يصادق لها على مختلف الكفاءات في طرح هذه المصادقة هي في يوم واحد غير أنه هناك مجموعة من الكفاءات اللي تكون اللي صادق عليها في تخصص معين وفي حال أنه لم ينجح في المصادقة على كفاءة معينة أو كفاءتين من مجمل الكفاءات المكونة لهذا الاختصاص إذن يبرمج تكوين تكميلي تكون المدة تتعوه من أسبوع إلى شهر أستاذة عندي أرقام لأنه الوزير اليوم ميرابي كان في ولاية بجاية أعطاء إشارة انطلاق وفيه أرقام أصدرتها الوزارة من بينها أنه عندنا تقريب الخاصة بالمعاقين أو دوي احتياجات الخاصة نتحدث عن 398 هنا في العاصمة هل عندكم أرقام في هذا الشهر؟ نعم إذن على مستوى العاصمة إذن مركز تكوين لدوي الاحتياجات الخاصة المتواجد على مستوى الطرق الأربعة بالقبة إذن تم عرض 14 تخصص لدوي الاحتياجات الخاصة منها 7 تأهيلية ومنها من بين هذه التخصصات كان هناك رصد 5 تخصصات جديدة إذن لا يخفق أن هذه المراكز هي مراكز وطنية والإقبال عليها يكون من جميع ربوع الوطن إذن 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 ما يركز في التكوين هم عادة الحركين نعم كي أن البستنة كي أن النقش على الخشب كي أن النحاس كي أن تتلاء مع وظيفتهم ومع تكوين ومع جسدهم مع نوع الإعاقة الإعاقة التي تكون عندهم بالنسبة للمرأة المرأة التي لم يكتابها لا أعطينا الحق في التحليل أتكلمت لك على عينا من العينات الأعمال المهنية ولكن هل ربما فيه النمط ونوع من التكوين خاص بالمرأة المكتاب البيت؟ على ما تركزهم؟ نعم إذن فيما يخص التكوينات التي تحدثنا على أنماط التكوين والتي هي التكوين الحضوري التكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعد لدينا كذلك العديد من أجهزة التكوين ليوفرها القطاع وهنا نتحدث على تكوين المرأة الماكثة في البيت التكوين في الوسط الريفي تكوين نزلاء المؤسسات العقابية تكوين محو أمية تأهيل وعادة في تكوين المرأة الماكثة في البيت تكون تكوينات تأهيلية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر وعادة تكون تكوينات لتخدم المرأة وتساعدها على بناء مشروع مهني ولما لا عائلي عادة تكون اختصاصات الحلويات الطرز الحلاقة الخبازة تزيين بالورود المكرمي هي كلها اختصاصات لتصب في اهتمامات المرأة ومن خلالها تقدر تدير تأهيل مهني ليمكنها أنه تستقل مادياً وتعين عائلتها أستاذ نروح لتخصصات الجديدة لأول مرة وهذه مهمة وتقول لي أسكن موجودين هدف العاصمة ولكن أنظمة الطاقة والسوائل كيف يعني ما هي الفلسفة التي ركزت عليها الوصاية باش درتوا هذه الأنظمة الطاقة والسوائل موش نهية بالضبط يعني موش الفايدة منها إذن هناك تخصصات جديدة لعرضت لأول مرة وهي في مدونة شعب المهنية 2019 عرضت ببعض الولايات غير أنه تخصصات الجديدة تختلف من ولاية إلى أخرى يمكن أن يكون تخصص جديد على مستوى ولاية يمكن أن تفتح في دورة أو دورتين بمستوى ولاية أخرى كذلك يمكن أن يكون تخصص جديد في نمط معين وفتح في نمط آخر إذن على مستوى ولاية الجزائر إذن التخصصات الجديدة التي عرضت نتحدث على تقنية في التراث المبنية رصام مسقط في الهندسة المعمارية تكوين عن طريق المعابر تسيير واسترجاع النفايات تسيير وفرز النفايات معالجة النفايات تركيب وصيانة العشب الرياضي وصناعة البلاستيك إذن وعادة الإختصاصات الجديدة هذه تكون بناء على معطيات في المحيط الاقتصادي وبروز اختصاص معين إلى الواجهة لما نتحدث على تركيب وصيانة العشب الرياضي نرى في الأحداث الأخيرة ومختلف الدورات التكوينية والدورات الرياضية لنظمة نعم إذن كان هناك الحديث عن العشب الرياضي كيفية العناية به كيفية حماية العشب الملاعب من جيل خانس هنا أصبح هذا الاختصاص مطلوب وصبح محط اهتمام حتى من البلدية طلبوهم لديهم مشروع لكي يدير ماطيكو في بلدين من البلدية لديهم شكل يخدم له هذا العشب هذا نعم إذن هنا كي ينوين اختصاصات في ظروف معينة تطلع إلى الواجهة تصبح محط اهتمام الشباب ويصبح الإقبال إقبال عليها المعرض وطالب نعم نحن عادة في قطاع التكوين المهني نحاول أن نستجيب قدر الإمكان لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاحتياجات شبابنا من جهة أخرى أستاذا لما تكلموا هذا الأسماء هذه هي أسماء كبيرة يعني لما نقول الصناعة النفطية والمعلومات هي يعني هذا الأمر يخلينا نتساءل هل كي ينمو أطرين يقدروا يقريوا هذا الناس في التكوين المهني؟ نعم إذن عادة الإختصاصات الجديدة خصوصا في قطاع الصناعة النفطية تنظم في نمط التكوين عن طريق التمهين وين يكون المتمهن على مستوى المؤسسة الاقتصادية التي تنشط في هذا الإختصاص إذن المتمهن يكون في بيئة عمل هذا الإختصاص على مستوى مؤسسات التكوين المهني يؤطره أستاذ سواء في الإختصاص أو في الشعبة المهنية هنا البرنامج بالتنسيق مع معلمي التمهين يقسم إلى شقين جانب نظري وهو الوحدات والمقاييس التي يمكن تكفل بها على مستوى المؤسسات التكوينية والجانب التطبيقي وهنا يقسم كذلك البرنامج بالتنسيق مع معلمي التمهين على مختلف السوداسيات وتقديم الوحدات حسب مراحل إنجاز الأعمال على مستوى المؤسسات الاقتصادية ويكون دفتر التمهين هو وسيدة المتابعة للمتمهن في الوسط الاقتصادي أستاذة تعرف بلي أن المال مهم جداً في كل عملية تكوينية وعملية بالنسبة لي ما تسأل في وقت بالأوقات تم وزارة التمهين التكوين المهني والتعليم المهنيين ركزت على شبه راتب ومنحة ممكن تفصل لنا باش يعرف المواطن الكريم ويعرف الطالب اللي يحبي التحق إلا كان ما التحق في الدورة تاع هذه في ففرية يقدر يكون في سيبطامبر ركز لي غير على الجانب المنحة وشبه الراتب نعم إذن كما ما يخفكش أنه جميع متكويني قطاع التكوين المهني يصرح بهم في ضمان الاجتماعي إذن تقيصهم تغطية الضمان الاجتماعي من جهة كذلك في المتربصين تدفع لهم مؤسسة التكوين المهني منحة والتي تختلف باختلاف مستويات التكوين على سبيل المثال مستوى الخامس تقني سامي يتلقى نفس المنحة التي تلقاها الطالب الجامعي وهي ربعلاف دينار لثلاثة أشهر لا بورس كيمتا الجامع نفس لا بورس كيمتا الجامع نفس لا بورس كيمتا الطالب الجامعي أما في ميخص المتمهنين فيتلقون شبه شبه راتب هذا الشبه الراتب الذي يخضع تنظيمه للمرسوم عشرين مئة ثلاثة وعشرين الذي يحدد كيفية دفع شبه رواتب المتمهنين وين المؤسسة التكوينية عندما يكون متمهن على مستوى مؤسسة اقتصادية وين يوجد بها أكثر من عشرين عامل هي التي تدفع شبه الراتب منذ بداية التكوين إلى آخره غير أنه لما يكون المتمهن عند مؤسسة أو عند حرفي وين عدد العمال أقل من عشرين تتكفى المؤسسة التكوينية بدفع شبه راتب ست شهر الأولى من التكوين ويدفع المستخدم باقي مدة تكوين شبه الراتب وهي الأمور التي يتم الاتفاق عليها في عقد التمهين استداد نقطة مهمة أثرت كثير من التساؤلات والبحث والتقصي من طرف المتمهنين تعرف أن المنحة التي تم إفراج عليها من طرف رئيس الجمهورية تعلق الأمر بمنحة البيطالات 13 ألف هناك لا يسجدون في البطاقة الرقمية أو المنصة الرقمية سترتقى عندهم صعوبات يقول لك بللي كنا في التكوين الميهني وعندنا لا سيرونس ممكن هذه النقطات في الصرحة للناس يتابعوا وإن كان لا نام وكلا التشغيل يخرج تباين خاص ولكن على مستوى كمدير في التكوين الميهني فهمنا الناس فهمنا هذا الطلبة هذا الناس المقبلين على المنحة 13 ألف دينار جزائري كيفاش الوضعية قوم عنكم سوريين شكرا سيدي إذن احنا كل مؤسسة تكوين ميهني لديها رقمين للضمان الاجتماعي الرقم الأول والذي تصرح به المستخدم اللي تصرح به العمال والرقم الآخر الذي تصرح به المتمهنين الآن عندما نصرح نقوم بتصريح عند الضمان الاجتماعي للمتمهنين أو حتى المتربصين في ضمان الاجتماعي في بداقية الضمان الاجتماعي يصبح عنده رقم تعريفي للضمان الاجتماعي الآن الرقم هذا يكون مفاحل عندما ندفع الاشتراكات خلال مدة التكوين غير أنه الرقم حتى وإلا بندفع اشتراكات بعد نهاية التكوين يبقى الرقم ماشي عند الضمان الاجتماعي على ذيك لما يروح يروح الضمان الاجتماعي يلقى يقولوا أن أنت مصرح بك في الرقم الفلاني عند المؤسسة الفلانية الحل هنا يجي يبرر يبرر سبب انتسابه رقم الانتساب هذا وين يبرر؟ على مستوى مؤسسات التكوين المهني نعطوه سواء شهادة تمهين من الفترة إلى الفترة الانتساب ومبرر بشهادة التكوين المهني أو تمهين من فترة بداية إلى نهاية التكوين أو في حالة التحق بالتكوين نعطيه شهادة انقطع بأن التحق بالتكوين المهني تم تصريح به على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي وانقطع عن التكوين وهي إجراءات لنقوم بها ليس فقط مع أصحاب المنحة نقوم بها كذلك مع الشباب لتحصل على منصب شغل ولا يجي المستخدم الجديد أن يصرح به عنده رقم سابق رقم سابق لكسبه من خلال التصريح به على مستوى مؤسسات التكوين أستاذة وجوكم هادون تأصحابه 13 دينار المنحة البيض طالع جاء لعندكم وريقيتهم الأمر هذا جاء لعندكم هذا الملف نتعامل به بصفة عادية بصفة عادية سواء الاستفادة من منحة البطالة أو الاستفادة بمنصب شغل أو حتى الذين يريدون تسيير ملفات التقاعد وصلت الفكرة جيدا في طالتنا دقيقة سيدة الكريمة اليوم بدأت تكوين دورة 2022 واش رح تقول للمتمهنين خلال طول هذه الفترة شكرا لك سيدي إذن نتوجه لجميع المتكونين والمتمهنين الذين التحقوا اليوم بمقاعد التكوين نتمنى لهم إن شاء الله مصار التكويني ناجح نتمنى أنه يستغلوا فرصة تواجدهم بمؤسسات التكوين المهني ليتلقى وتكوين نوعي يمكنهم سواء من الإدماج المهني أو إنشاء مؤسسات مصاهرة شكرا لك الأستاذة العمري حميدة وأنت مديرة مركز التكوين المهني والتمهين على مستوى وولاية العاصمة بالضبط حسين داي شكرا لك سيدي لعف مشاهدنا كرام إلى هنا نأتي إلى ختم حلقة البلاد اليوم من فريق العمل أجمل التحايا مني أطيب المناء سلام ترجمة نانسي قنقر